وعو الاقتصادي عزيز تدابير الدعم للأسر والشركات وتحاول طمأنة الأسواق والشركاء الأوروبيين بمتانة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ولبنان وإسرائيل يبريمان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بعد أشهر من مفاوضات مضنية بوساطة واشنطن تتيح لتل أبيب البدء بإنتاج الغاز من منطقة كان متنازعا عليها أهلا بكم مواضيع وإذا نناقشها هنا في الستوديو مع دكتور محمد الألف الخبير في الاقتصاد السياسي أهلا ومرحبا بك رشا بوزكيا صحفية المختصة في شؤون الاقتصاد تنضم إلينا من لندن أهلا بك سيدتي نصيرة بن علي صحفية المختصة بالشأن الإيطالي تنضم إلينا من روما أهلا بك صباح الخير صباح الأنوار ومن بيروت زينة منصور الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد السياسي أهلا بك سيدتي أهلا بكم مشاهدين ومستمعين وقبل الدخول في النقاش نتبع هذا التقرير ليزميل عبدالقادر درماس عن أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة في كل من إيطاليا وبريطانيا وأخيرا سويت الأزمة السياسية ولكن الأزمة الاقتصادية الخانقة في لندن باتت عنوان مهمة ساكن قصر دونينج ستريت الجديد ريشي سوناك تحدية عدة تواجه رئيس الوزراء البريطاني أولها إدارة التضخم وغلاء المعيشة دون زيادة الإنفاق الحكومي يليها خفض كلفة خدمة الدين العام البريطاني من دون رفع الفائدة بمعدلات كبيرة إضافة إلى إعادة ثقة الأسواق في الجنيه الإسترليني وسندات الخزانة البريطانية وإدارة دفة النمو الاقتصادي لتفادي السقوط في الكساد سأضع الاستقرار الاقتصادي والثقة في صميم أجندة هذه الحكومة وهذا يعني اتخاذ قرارات صعبة في المستقبل سوناكو عند وصوله قام بطمأنة المستثمرين في الأسواق البريطانية بشأن مسار الانفاق والسياسة المالية وأكد أن حكومته ستتراجع عن خطة خفض الضرائب التي سبق أن انتقدها بشدة في إيطاليا أيضا لن يكون طريق رئيسة الحكومة الجديدة جورجيا ميلوني معبدا في ذل وضع اقتصادي صعب جدا حيث تقول وكالة فيتش للتصنيف الايتماني إن الاقتصاد المحلي سينكمش بنسبة 0.7% في عام 2023 مما يعني أن ميلوني ستحظى بحيز مالي أقل لتنفيذ سياستها الخاصة بما في ذلك التدخلات المطلوبة بشكل عاجل لمساعدة العائلات والشركات في التعامل مع أزمة الطاقة الحالية وتداعيات ارتفاع التضخم على الاتحاد الأوروبي أن يكون قادرا على مواجهة التحديات الكبيرة كالتفاقيات التجارية والطاقة وسياسات الهجرة هذه الحكومة تريد وقف عمليات الهجرة غير الشرعية وكسر تهليب البشر في المتوسط يشار أيضا إلى أنه في مارس آذار الماضي أدت جهود الحكومة الإيطالية في مكافحة تداعيات الجائحة الاقتصادية إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنسبة 159.4% وهو ما يعد المعدل الأعلى على الإطلاق في إيطاليا والأعلى في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان ريشي سونك إذن يتولى رئاسة الحكومة في مملكة وجه أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة معدلة تدخم يفوق العشر بالمئة وهو الأعلى من بين دول مجموعة السبع من لندن رشا أبو زكي سونك يتعهد بإصلاح الأخطاء التي ارتكبت في عهد التراس التي كانت قد اضطرت الاستقال بعد العاصفة المالية التي أثارها برنامجها الاقتصادي يقول الشاب رئيس الحكومة البريطانية الشاب يقول قرارات صعبة يجب أن تتخذ هل برأيك سيوفق في هكذا برنامج اقتصادي من انتشال المملكة المتحدة من الظروف الاقتصادية التي تعيشها حاليا عمليا لم نقرأ حتى الآن التفاصيل هذه الخطة الاقتصادية التي سيعننها الشهر المقبل بحسب ما داشحها أو بحسب المعلومات التي تم تدورها أمس وسيكون الاعلان في 17 نوفمبر بعد تأجيل لمدة أسبوعين وبالتالي يمكن من هنا استشعار التحديات حجم صعوبة التحديات التي تواجه السوناك الذي سيقود اقتصادا مأزوما للغاية وعلى أكثر من الصعيد وسيقود بلدا يغلي بسبب التضخم والغلاء وحزبا مضطربا غير سلاس رؤساء حكومات خلال شهرين فقط وتسبب مشكلات ضخمة وهذا الثقة بالاقتصاد وهذا الثقة بالعملة بسبب الفضائح وبسبب الخطط المالية غير مدروسة التي شهدناها مؤخرا وبالتالي أيضا يمكن استشعار الارتباك وحدة الأزمات من خلال إلغاء سوناك طبعا لمشاركته في قمة المناخ بمصر الشهر المقبل بسبب حسب ما أعلنه التركيز على المشكلات الداخلية وبالتالي يمكن وإذا أردنا أن نعرف حجم الصعوبة التي يمر بها سوناك يمكننا ملاحظة كيف تكون ردة فعل الأسواق مباشرة وفورية حين قيام الحكومة بأي خطوة بأي إجراء على الصعيد الاقتصادي فعندما أعلن سوناك أنه سيريد تأجيل إعلان الخطة وتفاصيل الخطة المالية للشهر المقبل فورا ارتفع تكريف الاقتراض بقي ضمن حدود ما دون الزعر والرعب الذي ساد خلال فترة تراس ولكن هذا مؤشر يقول أن سوناك يسير على نفس الخط الرفيع الذي سار عليه كل من رفاقه في الحزب إن كان جونسون أو تراس وهذا الخط الرفيع ملشح أن يقذف به إلى السقوط كما حصل مع أسلافه وبالتالي نعم التحديات التي توجهه كبيرة والقدرة على حسب ما شهدنا أن الأسواق تصق بسوناك كونه ابن هذه الأسواق كونه مصرفي كونه لدي هذه العقلية البراغماتية التي استخدمها خلال أزمة كورونا وبالتالي هذه الأسواق رحبت بوصول سوناك ولكن هذه الأسواق أيضا حزرة جدا في التعامل أو في ردة فعلها في مقابل الإجراءات التي تكون بها الحكومة البريطانية بسبب قسرة المؤشرات السلبية التي تطبع هذا الاقتصاد وبسبب عدم رغبة بطبيعة الحال المستثمر على الخسارة والمقامرة بأمواله واستثمراته في مقابل وعود قد لا تتحقق وبالتالي مهمة سوناك في هذه المرحلة مهمة صعبة بطبيعة الحال وحتى المعارضة أيضا قد دعت إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها محمد الألفي ريشي سوناك يؤيد خفض النفقات من أجل كبح التدخم تراث يعني تتعارض هذا النوع من الاستراتيجيات الاقتصادية هل سيتوفق هذا الرجل رجل الأعمال رئيس الحكومة البريطانية الآن في كبح جماح التدخم الذي يفوق العشرة في المئة ومن بين على المعدلات كما سرمي لذلك خفض الانفاق له ميزة وله إيجابيات وله سلبيات في الحالة البريطانية يعني سوناك لم يكن بعيدا عن السلطة وكان مستشار أيضا لجونسون ووجوده في مركز نافذ في حزب المحافظين فيعلم تفاصيل المالية والاقتصادية والعقبات ولكن أخطر ما يواجه خفض انفاق يعني تباطؤ في معدلات النمو خفض انفاق يعني أيضا خفض الاستهلاك خفض استهلاك ويعني أيضا توقف شركات كبرى عن العمل في بريطانيا ده جونسون كان يؤمن بنظرية فتح السنابير أي أن ضخ مزيد من الأموال لتحريك الأسواق لتحقيق عائد ومعدل نمو أعلى يحرك الأسواق بريطانيا يميل أيضا إلى الإدارة الاقتصادية التقليدية القائمة على القيام بإصلاحات هيكلية في وقت الأزمات الآن هو بصدد إدارة أزمة وليس بصدد إدارة دولاب عمل اقتصادي في وضع مستقر ووضع غير مستقر نهائيا قد يرجع إلى الاستدانة في نهاية المطاف بقية معدلات التضخم طبعا الطاقة تلعب دور كبير في هذا الأمر من أخطر المشكلات التي تواجه سناك أيضا كما وجهت من سبقه أنه مسألة الاحتياجات الاجتماعية ارتفاع الطاقة على المواطنين ارتفاع زي ما تفضلت السادة من لندن بارتفاع تكلفة الإقراض أيضا ده يمثل عبق كبير على الإدارة البريطانية لأن الطريقة التي يريد أن يعمل بارتفاق سناك هي أعاد إصلاحات هيكلية إصلاحات هيكلية في هذا التوقيت أنا أتصور أنها ستؤتي بأثر سلبي إذا لم تكن بالتوازي مع رفع الإنفاق العام وهنا ربما إذا كان يفكر في الاستدانة يفكر في الاستدانة لتحريك الاقتصاد ورفع الإنفاق العام أيضا لتحريك الشركات والأسواق لأن القطاع الاقتصادي الخاص في بريطانيا هو من يقوم بمعظم المشروعات لكن هل هو لديه رؤية للقيام بمشروعات تحدث تحريكا يعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة من تحصيل ضرائب هو يريد إصلاح صندوق التحصيل من التأمينات زيادة حصيلة التأمينات هل سيستجيب المواطنين لهذا؟ هل ستستجيب النقابات العملية؟ دي أمور كلها يجب أن توضع في الحسبان لأنه حتى سعر صرف الاسترليني أيضا يخيف الأسواق ربما يحدث إن كماش برفع معدل الاستدانة إذا لم تكن موجهة لمشروعات مباشرة تعود بالنفع على الاقتصاد ربما تحدث أسرا سلبيا في الأسواق وقد يتجه ربما ريشي سونك أيضا إلى مبادرات أو اتفاقات مع دول صديقك الهند بما أنه من أصل هندي رشعبو زكياني كان ريشي قد أبدى لنظيره الهندي ناريندرا مودي عن أمله في إعادة إبرام أو إبرام هذا الاتفاق اتفاق التجارة الجديد بين البلدين وسيلتقيها خلال قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل في أندونيسيا هل برأيك هذا التقارب بين البلدين سيساعد بريطانيا على تخطي هذه الأزمة الاقتصادية خاصة أن الهند تحقق معدلات نمو محترمة جدا مقارنة مع بريطانيا يمكن قراءة الاتفاق المزمع عقده بين بريطانيا والهند من أكثر من زاوية يمكن قراءته من الزاوية الاقتصادية طبعا وهو مفيد للبلدين يمكن قراءته أيضا من زاوية سياسية من حيث التقارب الهندي الروسي حاليا على الصعيد النفطي وبالتالي بريطانيا تحاول وكذا الولايات المتحدة الأمريكية التقرب أكثر إلى الهند ومدها بما يعين اقتصادها أو يعينها على التوسع أكثر اقتصاديا للتخلي عن النفط الروسي ولكن هل هذا الاتفاق سيؤدي إلى حلحلة أو إيجاد حلول ولو بسيطة للأزمة الاقتصادية البريطانية لا أعتقد فإذا أردنا أن نتحدث عن البنود أو التحديات التي تواجه سناك فإن أردنا أن نتحدث عن أزمة التضخم تحديدا والغلاء ودعم الأسر التي تواجه ارتفاعا كبيرا بكلفة الطاقة والغذاء في آن فإن هذا الاتفاق لن يقارب أو لن يقترب من إيجاد حلول لهذه الأزمة خصوصا مع ارتفاعات كبيرة في نسب الفقر مع توقعات وصول عدد الفقراء إلى أكثر من 14 مليون في بريطانيا إذا أردنا أن نحكي عن خفض كلفة الدين العام في بريطانيا فقد وصلت الدين العام إلى أعلى نسبة خلال 60 عاما مع تخطيه التريليونين باوند والنسبة وصلت إلى 99.6% تحديدا من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي هل هذا الاتفاق سيحل هذه الأزمة؟ طبعا لا إذا أردنا أن نحكي عن إعادة ثقة بالأسواق وعادة ثقة بالسترليني فأيضا يمكن نترقب إنعكاسات بسيطة لأي اتفاق تجاري بين بريطانيا ودولة أخرى على هذه الأزمات وإن أردنا أن نحكي وهو الأساس هنا عن النمو الاقتصادي وهل بريطانيا ستنجو هذا العام من الركود؟ وهل سيكون هذا الاتفاق مسهلا لهذه النجاة؟ لا أعتقد أيضا ذلك وخصوصا أن ريشي سوناك سيأتي أتى بعد مرحلتين أو ولايتين مربكتين ومزلتين لجونسون وثراس وبالتالي من الممكن أن يكون هذا الرئيس الحكومة هو رئيس حكومة الركود في حال تسجيل انتماش في الرابع الثالث والرابع على التوالي وعلى كل حال يتوقع أن تدخل إيطاليا في مرحلة ركود العام المقبل حسب توقعات صندوق النقد الدولي وهي أيضا تسجل مستويات تدخم مرتفعة تقارب 9% على أساس السنوي دين عام 150% من الناتج الداخلي أيضا تعتمد على 200 مليار يورو في شكل مساعدات وقروض من الاتحاد الأوروبي ليست في أحسن الأحوال مقارنة مع بريطانيا نصيرا بن علي زورجيا ميلوني أيضا تنتظرها تحديات كبيرة يعني واقع الحال لا تحسد على الوضعية التي تتواجد فيها مقارنة مع رئيس الحكومة الجديد في بريطانيا بالفعل فشبح الركود الاقتصادي يخيم على إيطاليا ورئيسة الحكومة الجديدة جورجيا ميلوني تدرك ذلك جديدا فقد أعلنت خلال خطابها الذي ألقته على مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي أنها ستساند أرباب العمل وعلنت عن برنامج يميني لبرالي لكي تقوم بحل كل المشاكل التي تخيم على الاقتصاد الإيطالي وهي كثيرة جدا ليس فقط تشبح الركود الذي بالتأكيد ستعرفه وستحل به إيطاليا ولكن حتى نسبة النمو بالنسبة لبلدان أوروبية أخرى كفرنسا وألمانيا فإيطاليا سجلت نسبة ضئيلة جدا لتتعدى 7% في خلال السنة الماضية كل هذه تعتبر تحديات صعبة جدا وثقيلة على كهل الشابة جورجيا ميلوني التي لا تحتكم على خبرة فيما يخص التسيير الاقتصادي وليس لها تجارب فيما يخص تسيير حكومة بصفة عامة هي اعتمدت في تشكيلات الحكومة التي صنفتها على خبرات من حزبها فرتالي ديطاليا وأيضا من حزبي شركيها وحليفيها من اليمين الرابطة لاليغا وفورتسا إيطاليا لسيربيو برلوسكوني لكن هذا الاقتلاف الحكومي نوعا ما مختلط جدا لأن تلك الأحزاب الثلاثة لا تجد نفسها دائما متفقة 100% على السياسة التي تخوضها لحل المشاكل الاقتصادية العويصة التي تخوضها الآن إيطاليا من المنتظر أن تكون مسيرة جورجيا ميلوني صعبة صعبة جدا لأنها في أول أمر يجب أن تقنع شركيها برلوسكوني وصالفيني وهما معروفان بأنهما شركان حليفين ثقيلين لأن لهم طموحات ولهم نوايا لم يعلن عنها بعد كذلك يجب عليها أن تقنع رأي العمل إيطالي الذي يشبه الخوف والذعر من المستقبل خاصة في مضمار الأزمة الطاقوية التي تعرفها أوروبا بصفة عامة وإيطاليا خاصة لأن إيطاليا تعتمد كثيرا على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعتمد على تصدير منتوجاتها وتحتاج كثيرا للطاقة للغاز الطبيعي الغاز الطبيعي وغلاء الطاقة أصبح يمثل خطرا على الاقتصاد وزادت وتفاقمت ديون الشركات والمصانع وبعضها أغلقت أبوابها وهي عشرات الآلاف بسبب غلاء الطاقة وبسبب عجزها عن دفع الفاتورات التي أصبحت جد غالية بالنسبة لأرباب العمل خاصة بشمال إيطاليا على كل حال زورجي ميلوني تحاول طمأنة الأسواق وأيضا حتى المفاوضية الأوروبية في بروكسل بمتانة هذا الاقتصاد الإيطالي محمد الألف وتقول وتنأى بنفسها عن أي تعاطف مع الأحزاب اليمينية وتقول إن إيطاليا تبقى في نهاية المطاف دولة أوروبية دولة غربية هل برأيك ستتوفق في إقناع المفاوضية الأوروبية بمتانة هذا الاقتصاد وباستراتيجتها الاقتصادية خاصة أن تعتمد بشكل كبير على المساعدات الأوروبية وحتى أنذاك عندما كان حزبها في معارضة حكومة ماريو دراجي الرئيس السابق لبنك المركزي الأوروبية بدو أنها تتجه ربما في نفس استراتيجية ماريو دراجي على الأقل من الجانب الاقتصادي أنا أتصور أن تصريح جورجيا ميلوني استبقت تحسين العلاقات والضفء في العلاقات الأحداث وماريو دراجي عند توليه المسؤولية في الفترة البسيطة القضاء في رئاسة الحكومة الإيطالية صرحت بأن أنا إيطاليا جزء من الاتحاد الأوروبي لسنا منفصلين عن الاتحاد الأوروبي واستقبلته رسالة فندرلاين بترحب شديد هذا التصريح وبالتالي تخلت عن الشعارات اليمينية الشديدة النهج اليمين المتطرف وأنها ضد الاتحاد الأوروبي أو ما إلى ذلك وبالتالي هي تحاول بذلك استجرار والتسريع من حزم المساعدات الاقتصادية الأوروبية التي تتجاوز الـ 200 مليار إلى الداخل الإيطالي على مراحل حتى تستطيع أحداث استفاقة للاقتصاد الذي يعاني من ركود الآن وزي ما تفضلت زميلة من إيطاليا بأنه سعار الطاقة تلعب ضر رئيسي في هذه الأزمة عندها مشاكل كبرى جدا أن هي الدولة الثالث أكبر اقتصاد بعد ألمانيا وفرنسا هي إيطاليا ده 159% حجم دين مقارنة بالنتج القوم العام توقعات معدلات النمو 3% ده ترجط 3.3% ده ترجط المؤسسات الإيطالية بتسعى إليه لكن الواقع يقول أنه لن يتجاوز 1% لديها مشكلات كبرى من ضمنها شيخوخة المجتمع الإيطالي بشكل كبير مسألة البطالة، التوظيف، ارتفاع أسعار الطاقة زي ما تفضلت الزميلة اللي أغلقت بسبب شركات ومصانع كبرى وصغرى ومتدرجة وبالتالي نحن أمام إما أن تتخذ هي سياسات طبعا في مشكلة في اعتمادات الموازنة الإيطالية لدى الاتحاد الأوروبي منذ سنوات وبيتغاضى عنها الاتحاد الأوروبي ده بالنسبة لإيطاليا وفرنسا واليونان للثلاث دول دول تحديدا في مشكلة في مراجعة الموازنات العامة المقدمة للاتحاد الأوروبي وبالتالي نحن أمام هل هي تستطيع أن تستعين بخبرات سالفيني أو بيرلسكوني وأحزابهم المتحلفة معها في إدارة الأزمة التي تواجهها إيطاليا هل تستطيع هي عقد اتفاقيات شراكات خارجية لصالح إيطاليا دون مغالاة ودون فلسفة لفظية على الدول في المنطقة لأنه ليس من مصلحة أحد أن تترنح إيطاليا خاصة لا أوروبا لأن دولة محورية في جنوب الأوروبا أو حتى في جنوب المتوسط وهي في جنوب المتوسط الدولة لها إنه في حق الدول طبعا لها مشتساهمات كبيرة ولها ثقة كبيرة أيضا في أمن المتوسط في مصر وفي ليبيا وفي العديد من الدول أيضا هذا صحيح طبعا يعني أنا أحد العمالقة السبعة في الطاقة في العالم وبالتالي سيتم الحكم على أدائها بتعاونها مع شركائها لأن إذا كانت بتسعى الإصلاحات هيكلية فبالتالي هتخفض إنفاق عام إيطاليا لا تتحمل خفض إنفاق عام كما الوضع في بريطانيا لأنها يقود إلى مزيد من المشاكل الحل هو إعادة التشغيل من أجل إحداث توظيف أعلى لما توظيف أعلى معناها تخفيف العبء عن الحكومة معناها سداد ضرائب معناها سداد حصص تأمينية معناها تشغيل دولاب عمل الدولة لأنه في هذه الأزمة إصلاحات هيكلية مع خفض إنفاق عام سيقود إلى مزيد من البطالة مزيد من الضغط على الموازنة العامة بدفع عانات البطالة وبالتالي تواجه مشكلة كبيرة نصير بن علي تحدث قبل قليل عن أزمة الطاقة التي تواجهها سواء إيطاليا أو حتى باقي الدول الأوروبية ميروني تقول بصريحة العبارة لاستسلام للإبتزاز الذي يمارسه بوتين في موضوع الطاقة لن يحل المشكلة بل سيزيدها هل برأيك ستتجه ربما إيطاليا إلى بداء الأخرى للبحث عن الغاز وعن النفط دون ربما المرور أو الالتفاف عن هذه العقوبات المفروضة على روسيا لإيطاليا بالفعل بداء الأخرى غير روسيا فمثلا الجزائر التي تعتبر شريك تقليدي لإيطاليا فيما يخص تصدير الغاز الطبيعي حلت في غضون شهور محل روسيا فأصبحت المصدر الأول للطاقة للغاز الطبيعي لإيطاليا بنسبة أكثر من 30% من مجموعة المستهلكات إيطاليا للغاز الطبيعي كما أن الشركات النفطية الإيطالية وأهمها المجموعة النفطية أيني ضعفت كل من استثماراتها في دول إفريقية عدة كأنغولا والموزنبيق وكما أنها تنظر كثيرا نحو البحر الأبد المتوسط شرقه إيطاليا يمكننا أن نقول أنها أخذت احتياطاتها قبل أن تتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا حيث ضعفت علاقتها التبادلية التجارية مع الجزائر ووقعت اتفاقيات مهمة جدا تضمن لها استيراد الغاز الطبيعي من الجزائر إلى غاية سنة 2026 بسعر معقول ومقبول بنسبة الإقتصاد الإيطالي كما أن إيطاليا تحاول أن تضاعف كل استثماراتها فيما يخص الطاقة والغاز مع دول عربية أخرى دول إفريقية كما قلت من قبل وتنظر كذلك نحو الشرق الأوسط الشرق الأوسط هل ستستفيد من هذا الاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بالحدود البحرية كما سفادت شركات ربما البريطانية والفرنسية خاصة الفرنسي بشكل كبير Total Energy نعم بالتأكيد فغير Total هناك الشركة الإيطالية أين نذكر أن إيطاليا هذه الشركة في الصيف الماضي اكتشفت حقول غاز ضخمة جدا قرابة شواطئ قبرص وهذا الاكتشاف الضخم جعل علاقتها مع تركيا تعرفوا نوعا من التوتر الاتفاقية الأخيرة بين إسرائيل ولبنان ستسهل العمل وتسهل المجال بالنسبة لأيني لكي تتمكن من استغلال تلك الحقول التي يقال أنها ضخمة جدا ولهو احتياطي من مخزون الغاز الطبيعي كبير جدا يكفي إيطاليا وغيرها إذن الاتفاقية الأخيرة نعم كما قلتم تسهل نوعا ما هذا التخوض أيني وإيطاليا بشكل عام معركة الطاقة في البحر الأبيض المتوسط لكي تضمن لنفسها تغطية استهلاكاتها وأيضا كما يقال هنا تصدير جزء من الغاز الطبيعي الذي ستستحود عليه لباقي شركائها الأوروبيين إذن شركات أوروبية ستستفيد من هذا الاتفاق ولكن من المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أترح سؤال عليك زينة منصورة الأكاديمية والباحثة في الاقتصاد السياسي تنضم إلينا من بيروت أهلا ومرحبا بك سيدتي بعد الإعلان عن هذا الاتفاق الذي وصف بالتاريخي من طرف الرئيس الأمريكي جو بايدن من المستفيد في نهاية المنطقة في الولايات المتحدة إسرائيل أم لبنان كل التحية لحضرتك وليديوفك الكرام ولمشاهدي فرانس 24 في الحقيقة أن هذا هو الاتفاق بالحد الأدنى نتيجة الضغوط التي فردت على الأطراف السلاسة هناك ضغوط كبيرة سياسية واقتصادية وجيوسياسية على لبنان هناك ضغوط على الجانب الإسرائيلي كما هناك أيضا ضغوط من داخل الإدارة الأمريكية على إدارة ترامب نتيجة الصراع الجيو بوليتيكي في أوروبا والحرب الأوكرانية وما نتج عنها من أزمة الطاقة إذن اليوم يطوي لبنان سبعة عقود من الصراع الاستراتيجي الجيو بوليتيكي بين لبنان وإسرائيل وهو أنجز اتفاق تاريخي بالحد الأدنى مقابل محاولة تحصيل إنجازات بالحد الأقصى على مستوى السياسة والاقتصاد والحلول لهذه الأزمة الاقتصادية الغير مسبوقة والتاريخية التي تعصف بلبنان لبنان اليوم أنجز وأبرم هذا الاتفاق وهو وقع تحت ضغوط أولا ضغط الاستعجال الذي أملاه الطرف الأمريكي الاستعجال لأن أوروبا عطشة للغاز نتيجة الحرب الاستعجال لأن إدارة بايدن أمام استحقاق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 8 نوفمبر لبنان في 31 أكتوبر أيضا يطوي مرحلة الرئيس اللبناني ميشيل عون وفي إسرائيل هناك أيضا انتخابات والصراع بين حزب الليكود نتنياهو هو بين إدارة لبيد المدعومة من بايدن ونتنياهو المدعوم من الديمقراطيين وترامب فإذن اليوم نتيجة هذه الضغوط السياسية الاقتصادية على كل من لبنان وواشنطن والجانب الإسرائيلي أبرم هذا الاتفاق بالسرعة القصوى ببعض من التنازلات بالحد الأدنى ولكن كل الأطراف حققت أيضا مكاسب كان من الممكن أن تستمر المفاوضات عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن ولا يصل أي من الأطراف لأي نتيجة هل سيحقق اللبنان نتائج إيجابية والبدء في التنقيب قريبا عن الغاز وربما انتشى اللبنان من هذه الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها في تاريخه؟ بالضبط سيد الكريم فور الإعلان عن موافقة الجانب اللبناني حضر رئيس شركة توطال الفرنسية وتفاهم مع رئاسة الجمهورية والرؤساء السلاس من أجل البدء بمباشرة عمليات التنقيب والمسح والدراسات الميدانية في حق القانا كل الدراسات الميدانية والتحضيرات تجري مع الحكومة اللبنانية والسلطة في لبنان من أجل بداية عملية الإنقاذ عبر استخراج النفط والغاز ولا شك هنا لابد من الإشارة أن الجانب الإسرائيلي قد بدأ بالاستخراج والبيع لأنه كان قد سبق لبنان في عملية التحضير بثماني سنوات في حق القائش بالفعل الصراع الداخل السياسي في لبنان أيضا أخر عملية التقدم في ملف الطاقة برغم الإنجازات التي حققتها وزارة الطاقة برغم الصراع الكبير على ملف الطاقة في لبنان كما يعلم المشاهدين محمد الألفي بعد الإعلان مباشرة عن توقيع هذا الاتفاق خرج الأمين العام لحزب الله حسن النصر الذي كان دائما يهدد إسرائيل خلال هذه المفاوضات ترسيم الحدود البحرية وبارك نوعا ما هذا الاتفاق الذي لم يكن ليوجد لولا موافقة حزب الله عن هذا الاتفاق هل سيستفيد منه اقتصاديا أو سياسيا حزب الله من هذا الاتفاق؟ أنا متصور أن مباركة حزب الله أو الأمين العام لحزب الله للاتفاق تحت ضغوط فرنسية أمريكية تما تفضلت السميلة زينة منصور بشكل كبير هو ضغوط أتمنى أنه يستفيد منها لبنان لأنه عندنا مشكلة كبيرة تخلي بالسيادة اللبنانية وأعتقد دي قيادة الأركام في الجيش اللبناني تعلمها ده هو كنا بنتكلم على خط 29 خلاص لا رجعنا لخط 23 وبالتالي حقل قرش أصبح كامل لإسرائيل حتى حقل قانا اللي هو لبنان ولكن هو بعد خط 23 في المربع 9 حقل قانا جزء منه توتال إنيرجي هتعطي ما يقدر ما بين 17 إلى 20% من أرباح هذا الحقل إلى إسرائيل لتعودها والجزء الآخر يتبقى لبنان لأن لبنان أعلن رسميا أنه لا علاقة له بحسة إسرائيل وهتبقى حوالي 5 كم من الشاطئ اللبناني إلى نصف المياه الإقليمية تقريبا لم يتم ترسمها خوفا من أنه تفقد فيها لبنان جزء من الحدود البرية وبالتالي الأمر كله تحت استجرار للغاز من شرق المتوسط تحت الضغط الأوروبي ما ننساش الأسبوع الماضي تصرحات برونو لومير اللي هاجم فيها الأمريكان بشدة اللهم لا نستطيع تحمل الأسعار لذي تقومه وتوريده إلينا ملوية المتحدة بأربعة أضعاف الغاز العالمي هذا سيغلق شركتنا وحتى ألمانيا أعلنت نفس الأمر وتضمت مع فرنسا وبالتالي أوروبا أيضا مستفيدة من هذا الاتفاق مستفيدة من هذا الاتفاق لأن إدارة بايدن تحت ضغط هي التي تضحي بالأوروبيين في مواجهة روسيا تريد كسر أوروبا في مواجهة روسيا وبالتالي حتى تتفرغ للصين ده تخطيط الأمريكا فكان عليها أنها تحاول جلب المزيد من الاتفاقيات والضغوط زي اللي حصل على لبنان وأتمنى أن المفاوض اللبناني ما يكونش فقط حصل على اتفاق فيما يخص الغاز لتحسين حتى الأوضاع الداخلية في لبنان ولكن يكون حصل على اتفاقيات سياسية وأنا كنت أتمنى أنه كان يتم ربط اتفاق الغاز في لبنان باتفاق سياسي أيضا شامل بتحرير المزارع في الجنوب لأنه ده كان هيكون الوقت المناسب والكارت المناسب لاستخدامه في هذا التوقيت وننتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة حزب الله لم يرد أن يضع ضغوط أكبر على الدولة اللبنانية لأنه قادة الأحزاب المتحلفة في حكومات اقتلافية المتعاقبة في لبنان دائما ما تضع لبنان تحت ضغط كبير والمرضود السلبي بتاعه بيعاني منه المؤسسات اللبنانية ذاتها والشعب اللبناني وعلى مستوى الاقتصاد الداخلي اللي بيتأثر به سلبا المواطن اللبناني اللي هو المفروض أنه عنده كوادر في لبنان تستطيع أن تحقق له الكثير لو لا تدخل القيادات السياسية الغير مبررة ودعم فكرة الانعزال الطائفي اللي أنت ما بتشوفهاش غير في الإدارات اللبنانية أو في الأحزاب الحكامة لكن في الشعب اللبناني أنت بتحسش في أي انعزال كله مندمج مع بعضه للأسف الشديد هذه القيادات أتمنى أنها تكون لمرة واحدة عملت لصالح لبنان وحتى في غاز شرق المتوسط زينا من بيروت والزميلة من إيطاليا أنه حتى خط الغاز اللي كان شغال من الجزائر إلى إيطاليا المنشأ بين الحرب العالمية التانية تم إعادة تشغيله بصورة مباشرة الحقل اللي هو في أبروس وحقل كارش وحقل قانا كل هذا سيصب إلى محطات الإسالة في مصر لتم تصديره غاز مسائل وليس غاز خام لأن نسبة كبيرة ربما لا أعلم كثير من المشاهدين حقل الظهر خاصة وحقل الظهر طبعا مع أين الإيطاليا طبعا محطات الإسالة في إيد كدومات لأن نسبة كبيرة من الدول الأوروبية ليس لديها محطات إسالة أو محطات استقبال غاز خام لتكرر ألمانيا قالت محتاجة سنتين فرنسا قالت محتاجة ثلاث سنوات بالفعل هذه دول الاتحاد الأوروبي أو على الأقل دول منطقة اليورو أيضا في السواحل المتوسط سواء قبالة السواحل المصرية أو سواحل لبنان أو إسرائيل ماذا عن بريتس بيتروليوم هل ربما هذا البريكسيت قد يعيق أو أعاق ربما دخول السركات البريطانية إلى هكذا اتفاقات من الممكن كراءتها من هذا المنطلق ولكن أيضا يجد تقسيم سياسي وتقسيم جغرافي كما تعلم لدول المنطقة دول التي تلقى بالدول النامية ما بين الدول الكبرى وبالتالي من الممكن اعتبار أن لبنان ليس من حصة بريطانيا أما من جهة أخرى وأريد التعليق على هذا الموضوع والذي ذكره الزميل في الستوديو طبعا لا يمكن القول أن لبنان لا يستفيد اقتصاديا من ترسيم الحدود إن كان من ناحية تشغيل الشركات دخول لكتعات جديدة إلى السوق اللبناني وغيره ولكن هذا حجم الاستفادة تناقصة كثيرا مع اعتماد الخط 23 بدل من 29 ولا يمكن اعتبار هذا الأمر انتصارا لبنان تنازل فعليا عن أكثر من 1430 كم ربع كان يضم حق الكاريش من ضمنه وبالتالي هذا لا يعتبر انتصارا وكانت الاستفادة الاقتصادية لتكون مضاعفة لو تم الالتزام بالخط 29 الموسط بالكثير من الوسائق ومن ضمنها وسائق الجيش اللبناني وفعليا هذا الأمر حتى يلطبق على حق القانا وهو حق غير مكتشف ولا يمكن معرفة حجم الغاز المتوافر فيه وحتى أن اسرائيل قالت أن هذا الحق لا يضمن الكثير من الغاز وفوق ذلك لما يتم الاعتراف بالسيادة اللبنانية الكاملة على هذا الحق ما قد يعقب عرض الأمين إذن برأيك التفاق ربما يسير فقط في التوجه أو لصالح اسرائيل على حساب لبنان زينة منصور كيف تردين على ما تقوله لسدى رشا بوزكي من لندن هل في نهاية المطاف كان يجب التفاوض بشكل أكبر مع إسرائيل قبل التوقيع على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين؟ نعم علاوة على ما تفضلت به الأستاذة رشا وضيفك الكريم الأستاذ محمد من الستوديو دعني أوضح نقطة مهمة جدا هذا الاتفاق هو إذا لخص عبارة عن مبنى من ثلاث طبقات الطابق الأول هو ترسيم حدودي اقتصادي الطابق الثاني هو أمني ضامن للجانب الاقتصادي والطابق الثالث هو سياسي لضمان الأمن والاقتصاد والحدود والترسيم والإنتاج إذن نحن أمام اتفاق هو بالحد الأدنى كما تفضلت الأستاذة رشا نعم لبنان حقق ترسيما متراجعا عن الخط 29 إلى ما وراء الخط 23 بـ 1430 كم مربع من المياه الاقتصادية الخالصة ونعم إسرائيل سيكون لها حصة 18% عبر شركة توتال من حق القانا ولكن أعود لأشدد على الضغوط التي يمر بها لبنان في أزمة اقتصادية تاريخية وعلى الضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية نظرا للحرب الجيوسياسية في أوروبا نظرا لعامل حرب الغاز في الصراع الأمريكي الروسي نظرا لأوروبا العطشة والتي تمر بأزمة اقتصادية أيضا تاريخية غير مسبوقة إلى جانب الصراع الداخل الإسرائيلي بين يائير لابيد وبنيامين نتنياهو وإلى جانب ضغوط الحزب الجمهوري ترامب على الديمقراطي والانتخابات في 8 نوفمبر واحتمال تقدم الجمهوريون على الديمقراطيين كان هناك عامل الاستعجال كان هناك الرغبة لدى الجانب اللبناني في الوصول إلى حال أنتم تعلمون أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وخطة الإنقاذ والتعافي هي عمليا رزمة إصلاحات ولكنها ليست بالإنقاذ الفعلي لبنان بحاجة إلى موارد مالية هائلة تتجاوز رزمة الأموال المرصدة له عبر مؤتمر سادر أو الدول المانحة أو الدول الصديقة للبنان لبنان بحاجة إلى اقتصاد إنتاجي قائم على تحول كل في اقتصاده وفي نظامه المصرفي وهو بحاجة إلى الاستفادة من ثرواته الطبيعية من أجل إحداث هكذا انتقال إنقاذ فعلي الفكرة وضحة من بيروت شكرا جزيلا لك زينة منصور الأكاديمي والباحثة في الاقتصاد السياسي شكر موصول لك أيضا من لندن الأستاذة رشا بوزاكي صحفية المختصة في الشأن الاقتصادي ولك أيضا من روما نصيرا بن علي صحفية المختصة في الشأن الإيطالي والشكر موصول لك أيضا دكتور محمد الألفية المختص في الاقتصاد السياسي شكرا لك وشكرا أيضا الشكر موصول لكل من أمينة بالقندوز وأماني سمارة في أعداد البرنامج ولكم مشاهدي قناة حونزواند كاتخوة مستمع إذاعة منتكارلو الدولية ترقبوا حلقة جديدة موضوع جديد لسبوع المقبل إلى اللقاء